موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الحصاد الاقتصادي لهذا الأسبوع والبداية بالعنوين موسيقى مجلس الوزراء يكرس اجتماعه للوقوف امام الاوضاع الخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات المحاررة موسيقى وزير النقل يوجه بتشغيل حافلات المؤسسة المحلية للنقل البري موسيقى 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 محافظ عدن يؤكد انه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة لتوفير وقود الكهرباء للمحافظة موسيقى موسيقى اهلا بكم مجددا في الحصاد الاقتصادي لهذا الأسبوع كرس مجلس الوزراء اجتماعه الدورية المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك للقوف امام الاوضاع الخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات المحررة والمواضيع المدرجة في جدول اعماله وتدارس المجلس بشكل مستفيض تدارس التدهور الملحوظ في الايام الماضية بمستوى الخدمات الاساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خاصة الكهرباء وتراجع سعر الصرف العملة الوطنية وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين والاسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة واستمع مجلس الوزراء لتقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات واسباب تدهورها والاجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية التي اعدتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء والتي تتضمن حلولا مستدامة وشفافة واكد المجلس على تنفيذ ما ورد في هذه الالية مع استعاب الملاحظات المقدمة عليها واشكل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصاف عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها واستعرض مجلس الوزراء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة والتي تضمنت عددا من الإجراءات في مختلف الجوانب وأكد على سرعة العمل بها وتنفيذ الوزراء والجهات كل فيما يخصها هذه التوجيهات والرفع بمستوى التنفيذ لرئيس الوزراء للرفع بها إلى رئيس الجمهورية من جانب آخر عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد مؤتمرا صحفيا في العاصمة المؤقتة عدن على الساحة الوطنية ويهود الحكومة المبذولة في تقديم الخدمات للمواطنين في عموم المحافظات اليمنية بشكل عام والعاصمة المؤقتة بشكل خاص إلى التفاصيل اليوم كان معنا جلسة استثنائية للمجلس الوزراء وكان لنقاش عدد من التطورات بالذات في الملف الاقتصادي والخدمي الملف العسكري والأمني عدد من الملفات الملحة لذلك كان اليوم نقاش استثنائي أيضا بحضور محافظ عدن واللي بيكون أيضا متواجد في المجلس لعدة جلسات قادمة لنقاش الوضع الخدمي في عدن بشكل كبير هناك عدد من الإقراءات بعضها سريع أو قصير الأمد وبعضها بيأخذ وقت نوعا ما تفعيل لمجلس الطاقة الأعلى اللي بيعقد أول اجتماعاته غدا بحضور أيضا محافظ عدن ولنقاش حل إشكالية الطاقة طبعا لحدث في عدن خلال الأيام الماضية بالذات في موضوع الخدمات وأيضا أيضا في لاحق وأبيان غير مقبول أن تصل الانقطاعات إلى يوم كامل تصل الانتفاءات إلى عدد ساعات كبير وهذه الإشكالية المتعلقة بإمدادات الوقود يتشكل يمكن 70% من المشكلة هو تراكم لمشكلات لكن ناقشنا اليوم هذه الحلول موضوع الإمدادات بالذات في موضوع الوقود لها أثر كبير جدا أثر على محطات التوليد للكهرباء وأثر أيضا على موضوع الوقود المتوفر في السوق وهذا الموضوع يريع إلى ضعف أداء مؤسسات متعلقة بالقطاع النفطي ووضع المصفى لا يسر أن تنفذ المحروقات بهذا الشكل أن يكون هناك ترتيب بحيث يكون أمور الخزن واضحة لذلك اتخذت عدد من القرارات في هذا الجانب من مجلس الوزراء اليوم بأنه فيما يتعلق بالمصفى يكون لجنة تسيير برئاسة وزير النفط للشراف على عمل المصافي ترتيب الأمور المتعلقة بإدارة عمل المصافي لتعود إلى وضعها اللي حصل خلال فترة الماضية مع تراكم فترة الحرب تم عارفين أن المصفى كانت تعمل حتى في فترة الحرب تراكم التوقف الآن في عمل المصفى شيء موضوع إدارة التخزين بشكل واضح وشفاف لكل التجار مهم أن يكون واضح خلال فترة الماضية بحيث تكون هناك فرص متساوية الشيء الثاني اللي تعلق بتوزيع المشتقات النفطية وهذا دور لشركة النفط في تراجع كبير فيه ولي ما وجد تباين بشكل كبير في ضغط على العملة الموزعين اللي يشتغلوا بدون إشراف مباشر ضغوط فيما يتعلق بطلب على العملة الإجنبية كلها عناصر شكلت ضغط أيضا على مستوى سعر الصرف كل الأمور تقريبا مترابطة لكن اللي حصل أنه ينقطع الوقود عن المحطات بهذا الشكل أن لا يكون هناك ترتيبات لشراء الوقود بعقود طويلة الأمد هذا أمر غير مقبول وفي لجنة وزارية اشتغلت خلال الأيام الماضية وعرضت نتائج على المجلس وهذه اللقنة ستعمل مع مجلس الطاقة على نقاش واضح وحتى مع القطاع الخاص في مجالين رئيسيين المجال الرئيسي هو توفير الوقود بعقود طويلة الأمد سواء للكهرباء أو للسوق والشيء الثاني يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع الطاقة حتى نتجاوز المرحلة القادمة في أمور تهم المواطن ونكون صريحين مع بعض لأنه في قلق أنه كيف يكون الصيف القادم كيف يكون رمضان يعني في ظل عدم وجود محطات توليد قوية وأنه موضوع التوليد الحكومي في انخفاض ممكن نقول أنه العمل الآن بحيث تكون الخدمة مقبولة ما نقولش أنه الموضوع بيكون في تحسن كبير لكن ندرس ما هي قدرات التوليد سواء توفر الوقود أو توفرة بداية الأخرى خلال فترة رمضان وبعد رمضان الاعتماد الكبير فيما يتعلق بالوقود أيضا على الأشقاء في المملكة العربية السعودية اللي وعدوا بمنحة المشتقات النفطية للكهرباء وهي بسعر مدعوم تختلف على المنحة الأولى في نقاش حول تفاصيل والحوكمة وغيرها وكنا وصلنا لإطار تقريبا قبل تشكل الحكومة وعدوا الأشقاء أنها تصل بعد تشكل الحكومة ولدينا أمل أن يتم حسمها في خلال الفترة القادمة بحيث أنها تساعد في قطاع الكهرباء بشكل كبير كيف ممكن تساعد؟ مش فقط أن نعطي الوقود للكهرباء بحيث أن تكون كل فتحة أو ننتجي الفترة معينة الفترة اللي ممكن تتوفر في هذه المنحة هي مهمة لتغيير آليات التوليد بالوقود السائل مهم الانتقال إلى مراحل مختلفة حتى المحطة الأخيرة لمحطة الرئيس مهم أن تعمل بالغاز دخول قطاع الخاص في هذا الموضوع مهم فإذن إذا توفر الوقود الفلوس اللي تدفعها الدولة الآن للوقود السائل للمحطات ممكن أن يكون معنا فرصة أن ننتقل إلى بداء الأخرى المشكلة أن الحكومة وهذه طبعا مشاكل متراكمة لسنوات يعني فعليا الآن خلال هذا الأسبوع ممكن يدفع في حدود 48 مليون دولار لحدود 6 أو 7 موردين للمشتقات تراكمت مديونياتهم خلال الفترة الماضية 10 مليون دولار تقريبا لمحطات شراء الطاقة شهر الماضي كان معنا 15 مليون دولار دفعناها فيما يتعلق بالمحطة الجديدة والشبكات غير اللي دفعناه الشهر الماضي للمشتقات أرقام كبيرة يمكن ما تبنش للمواطن لكن بالنسبة لإمكانياتنا ومواردنا لأن المصدر المعانا بسيط من النفط الخام أنتم معارفين المصدر نحن كل اللي نصدره في حدود 60 أو 70 ألف برميل منها نسب تشغيل لشركات النفط وجزء منها نسبة تنمية المحافظات فإذا هذا الإيراد الشحيح بدلا من أن نستثمره في أشياء كثيرة يذهب فين؟ يذهب للوقود السائل في المقابل إيرادات لا تتجاوز 2 مليون دولار شهريا فالفارق كبير جدا فهذا الوضوع يستلزم مصارحة ومكاشفة لأن استمرار الطاقة بهذا الشكل بيكون استنزاف التحول إلى بدائل أقل مهم يترافق أيضا مع شغل فيما يتعلق بالتقليل من الفاقد التقليل من العشوائي وغيرها وهذا الموضوع بيكون في دور كبير لمحافظة عدن محافظة عدن كان موجود معنا اليوم وكان يعمل خلال فترة الماضية بشكل حثيث لمحاولة توفير بعض الأمور أو العمل على الأرض لكن الموضوع يتطلب تضافر كل الجهود بين الحكومة والسلطة المحلية إصلاح الأمور على الأرض إمكاننا نتكلم عن المصافي بيكون فيها لجنة تسيير في دور وزارة النفط فيما يتعلق بشركة النفط ممكن تكون لجنة تسيير من الوزير والمحافظ ومن يرى الوزير هذه كلها نقاط مهمة حتى يعاد تفعيل المؤسسات في المرحلة القادمة مهم تحمل مسؤولية بشكل كبير لإصلاح الأوضاع مجلس الوزراء سيقف وراء هذه الإجراعات لدعمه لأنه في الأخير التراكم اللي حصل خلال أربع وخمس سنوات أصبحت هذه المؤسسات تدار بشبكاتها معينة تحت ضغوط معينة وهذا اللي حاصل وهذا اللي سبب الإشكاليات واللي فيه تشخيص يعني عند الكثير فيما يتعلق بوضع المصافي ووضع الشركة النفط ووضع القطاعات النفطية بشكل كبير اللي حاصل أيضا أنه فيه تعجيج وفيه إشاعات بشكل كبير جدا اللي حاصل فيه حضر موت يعني شاعة أنه فيه زيادة لأسعار الوقود لم تحدث أي زيادات في أسعار الوقود هو حصل تحرير لسعر لكن مفروض دور للدولة فيما يتعلق بالضبط فما يتعلق بزيادة أي عباء ضريبية أو جمركية فيما يتعلق بالوقود لم يتم اللي حاصل هو زيادة في السعر العالمي هذا اللي العكس بشكل كبير التقى وزير الزراعة والريوة ثروة السماكية سالم عبدالله السقطري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الموقتة عدن ممثل جمعية مصدرية الأسماك والشركات المحلية في مجال التصدير السماكي وخلال اللقاة ومناقشة جملة من المشكلات والصعوبات التي تواجهها الشركات والجمعيات العاملة في مجال تصدير المنتجات السماكية في البلد كما نقش اللقاة ليات تعزيز وتنمية الصادرات السماكية وتنظيمها والسبل الكفيلة لتسهيل إجراءات التصدير للمنتجات السماكية وقد أكد الوزير السقطري لجميع الشركات والجمعيات العاملة في مجال تصدير المنتجات السماكية التي تبني إلى تبني الوزارة لجميع مطالبهم المشروع وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات لات الاختصاص في الحكومة لوضع المعالجات اللازمة وعلى النحو الذي يساهم في تفعيل زيادة دور هذه الشركات التنموي من خلال رفض الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية الصعبة والتي تعد من أهم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها البلد في الوقت الراهن كما أكد الوزير السقطري على ضرورة إعادة تنظيم عمليات التصدير للمنتجات السمكية وضرورة التزام كافة الشركات والجمعيات المصدرة للأسماك ولمختلف الأحياء المائية الأخرى بالإجراءات القانونية التي حددتها التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التصدير للأسماك والأحياء المائية باعتبارها من أهم الثروات الوطنية التي ينبغي الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن من ديمومتها واستمراريتها نقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر الأوضاع الخدمية في قطاع المياه والإصحاح البيئي بالمحافظة والجهود المبذولة من الوزارة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب الإضافة إلى التدهور المستمر لخزان صافر النفطي والآثر البيئية والإنسانية الوخمة حول حدوث تسريب أو انفجار الخزان وخلال اللقاء تسلم وزير المياه والبيئة من محافظة الحديدة مصفوفة احتياجات المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة بما في ذلك الاحتياجات الضرورية في مدن الخوخة وحيس والتحيطة وكذا جهود السلطة المحلية في التعامل مع التداعيات التي خلفتها السيول والتخريب المتعمد من قبل الميليشيات لآبار وخزانات المياه وخطوط الضخ مشيرا إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مجالي المياه وصرف الصحي في ظل الارتفاع المتزايد للنازحين في المناطق المحررة إضافة إلى جوانب الدعم المطلوبة من الوزارة لمكافحة التصحر وتدوير النفايات في مدينة الخوخة وقال الوزير الشر جبي عبر عن تقديره للدور الألف على الذي تقوم به السلطة المحلية في مواجهة المتطلبات الخدمية المتزايدة في المحافظة مشددا على أهمية مضاعفة اليهود لتحسين خدمات المياه وصرف الصحي المقدمة للمواطنين في المناطق المحررة وجه معالي وزير النقل عبدالسلام حميد بتفعيل عمل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة الموقاتة عدن وتشغيل الحافلات بأسعار تتناسب مع أوضاع المجتمع المعيشية وذلك خدمة للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في ديوان عام الوزارة مع كل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنظيم شؤون النقل البري على المحروق ومدير عمل مؤسسة المحلية للنقل البري حسين العبادي حيث استمع حميد إلى شرح مفصل عن وضعية وعداء المؤسسة المحلية للنقل البري وعدد الحافلات الجاهزة للعمل وهناجر الصيانة الخاصة بحافلات المؤسسة وكذلك الاحتياجات اللازمة لعادة تشغيلها ووجه الوزير مدير عام المؤسسة بسرعة تشغيل الحافلات لنقل المسافرين في عدن والمحافظات المحررة وضرورة الاستفادة القصوى من تشغيل تلك الحافلات بأسعار تراعي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين كما وجه الوزير بتوفير ميزانية أولية للتشغيل من جانبهما ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري ثمن اليهود المفذولة من قبل وزير النقل على المتابعة والإشراف الدقيق والمستمر لأوضاع قطاع النقل البري وتفقد سير العمل وتضليل الصعاب التي تواجه هيئات ومؤسسات النقل البري نقش معالي وزير الزراعة والري والثروة السماكية اللواء سالم عبدالله السقطري في العاصمة الموقاتة عادا مع عضاء جمعية مصدرية الأسماك والشركات العاملة في مجال التصدير وخلال اللقاء تم مناقشة الصعوبات التي يواجهها المصدرون والتحديات حول الصادرات السماكية إلى عدد من بلدان العالم من أهم الصعوبات هو تقليص عدد الخطوط من تسعة إلى منافذ إلى ثلاثة فقط وذلك بسبب ضعف البنية التحتية للبلد مع ارتفاع أسعار النقل وفي النهاية اللقاء وعاد الوزير السقطري في حل المشاكل مع عدد من المسؤولين ذات جهات الاختصاص لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج بعد تغذية السوق المحلية أولا من جانبهم أعرب الأعضاء في جمعية مصدرية الأسماك والشركات العاملة في مجال التصدير السماكي عن شكرهم لمعالي الوزير اللواء سالم السقطري للاهتمام في صادرات الأسماك للخارج مع تنظيم عملية الإجراءات القانونية اللازمة حضر اللقاء لستغازي الأحمر وكيل وزارة لقطاع الإنتاج السماكي والاستاذ أحمد عبود مدير الجودة والشؤون الفنية أكد محافظ عدن أحمد حامد الأملس بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جاء ذلك خلال اجتماع وضم وكيل أول المحافظة محمد نصر شادلي ومدراء مؤسسة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين ومدراء المديريات ومدراء محطة الحسوى والتوليد ووحدة التحكم بكهرباء عدن وأوضح المحافظ لملس أنه جرى خلال الأيام الماضية الاتفاق مع الحكومة على وضع آلية واضحة لتوفير المشتقات النفطية وعدم ترك الأمر للأهواء والعاطفة مشيرا إلى أنه تم توفير كمية وقود عاجلة وطارئة لتموير محطات توليد الكهرباء بشكل منظم لمواجهة الضغط السكاني الكبير على المدينة بسبب النزوح الذي يجب على الحكومة إعادة النظر بحصتها في الإيرادات والخدمات وفي الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقاطعي الكهرباء والمياه والاستماع إلى إضاحات من قبل مديري المؤسستين حول تلك القضايا نقش محافظ محافظة المهرى رئيس المجلس المحلي محمد علي ياسر مع مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة أحمد علي رعفيت إنشاء مضلات ولوحات إرشادية في المواقع السياحية والأثرية واستمع المحافظ من مدير عام السياحة إلى شرح حول أوضاع المكتب وجهود التنسيق مع الأجهزة الأمنية بإلزام المنشآت السياحية بتركيب كاميرات للمراقبة واستعرض اللقاء تعميم مكاتب السياحة بالالتزام بتركيب منظومة المراقبة والذي لاقى استجابة من قبل ماليكية المنشآت الفندقية السياحية وأحال محافظ المهرى مقترحي تركيب اللوحات إرشادية للأماكن السياحية والأثرية وإنشاء مضلات في المواقع السياحية وفي مقدمتها محمية حوف إلى مكتب الشؤون الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأكدا أهمية تفعيل دور مكتب السياحة في تنشيط وتنظيم السياحة الداخلية مشيدا بجهود المكتب وسعيه للرقي بالقطاع السياحي بالمحافظة بدوره ثمن مدير عام مكتب السياحة بالمهرى جهود سلطة المحلية في دعمها المتواصل للمكتب وحرصها على قيامه بالدور بالشكل المطروب ترأس محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر اجتماعا ضم قيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة لمناقشة أوضاع محطات الكهرباء في المديريات بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر ومدير عام مؤسسة الكهرباء محمد علي كلشات واستعرض الاجتماع أوضاع محطات الكهرباء بالمديريات والإشكاليات التي تواجهها وسبل التغلب عليها في إطار تحسين الخدمات واستعدادا للصيف القادم وأشدد المحافظة على ضرورة تحسين الخدمة للمواطنين في ظل رفض المحطات بالمولدات اليديدة التي قدمتها السلطة المحلية مؤكدا على أهمية العمل بمسؤولية في الحفاظ على المحطات وعدم التهاون والتقصير في العمل الذي يتسبب في سوء الاستخدام وأشهد المحافظة بالجهود التي تبدلها مؤسسة الكهرباء والمهندسين مشيرا إلى أن مشاريع تحسين الشبكات وإضافة المولدات اليديدة ومنحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية يجب أن تعمل على استقرار وتحسين الخدمة وأقل الاجتماع اجراءات بشأن عدد من الإشكاليات والقضايا التي تواجهها المحطات نقش محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي حاشد الهمداني افتتاح مقر للبنك في مدينة الخوخة وأسوب لتشجيع الإنتاج الزراعي والسماكي والمنتجات الهرفية وخلال اللقاء كيد المحافظة طاهر على أهمية افتتاح فرع لبنك تسليف في الخوخة لتطبيع الحياة في المديريات المحررة وبما يحقق التنمية المستدامة بالتركيز على دعم المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة السماكية وغيرها من مجالات التنمية المختلفة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة الخدمية والمصرفية وبما يخدم كافة شرائح المجتمع المحلي من جانبه أشاد الهامدان باليهود التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية في المديريات المحررة تجاه مختلف قطايا واحتياجات المواطنين مؤكدا استعداد بنك تسليف الزراعي لإفتتاح فرع له في مديرية الخوخة بالتنسيق مع سلطة المحلية وبما يخدم التنمية في المحافظة دشنا سفير اليمن بالقاهرة دكتور محمد مارم أحد المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال يمنيين بمصر والتابع لشركة البرقة الطبية والمتمثل بافتتاح معمل للفحوصات الطبية في مدينة السويس إلى جانب عدة فروع للشركة بالقاهرة وفي حفل تدشين الذي أقيم بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس وحضره الملحق التجاري بالسفارة أنوار الزمام والملحق الثقافي دكتور محمد العبادي والمستشار الإعلامي حيدر القاضي ألقى السفير مارم كلمة أشاد فيها بجهود شركة البرقة الطبية والخدمات الاستثمارية المتميزة التي يتعامل معها اليمنيون خلال تواجدهم بمصر مشيرا إلى أن عدد أبناء اليمن في مصر يتجاوز حاليا مليون شخص لظروف قهرية نتيجة الأوضاع باليمن جراء انقلاب الميليشيات الحوثية على شرعية الدستورية ناهيك عن عشرات الآلاف المترددين على القاهرة للعلاج وأشكر السفير مارم قيادة جمهورية مصر الشقيقة معبرا عن انتنان الشعب اليمني لمصر شعبا وقيادة لكل مواقفها السياسية والأخوية تجاه اليمن وتضمن حفل التدشين تقديم عرض إلكتروني عن مختلف التطويرات التي شهدتها المشاريع الاستثمارية لشركة البرقة الطبية إضافة إلى عدد من الفقرات الفنية التراثية وقصيدة شعرية للشعر الشاب زكريا الدهوة حضرت تدشين عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية من أبناء الجارية اليمنية في مصر في خبرنا الأخير مشاهدنا الكرام دعا رئيس الغرفة الجارية بمحافظة لاحج حسين عبد الحافظ الوردي رجال المال والأعمال إلى الإسهام بفاعلية في عملية دعم الحركة الثقافية بمحافظة لاحجة وأشر الوردي إلى أن ذلك الدعم سوف يسهم في أن تستعيد لاحج مكانتها الثقافية التي عرفت عنها قديما مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عاده الزميل لبيب محمد علي أكد رئيس الغرفة الصراعية والتجارية بمحافظة لاحج حسين عبد الحافظ الوردي أنه بالعلم وحده تتغلب المجتمعات على المصائب وقال الرئيس الغرفة التجارية بلاحج حسين الوردي خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بفرع الهيئة العامة للكتابي بمحافظة لاحج وضب مدير عمل هيئة رياض ردمان ومدراء عموم المكتبة رشاد كرد والثقافة أحمد فضل وقمعية الفنانين فضل بخيت وأمين عامل جمعية في كرام نصر قال الوردي أن المنابر التنويرية والثقافية المتخصصة هي من يقع عليها هذا الدور الكبير الذي يرتكز عليه عملية رفع الوعي المجتمعي ورقي سلوك الأفراد في كل وحدته من وحداته التي تشكل جسم المجتمع ككل وأشار الوردي إلى أن دور رجال المال والأعمال يجب أن يتمحوروا في دعم هذه الجهات لتستطيع القيام بدورها وتقاوز كل العقبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية لاحج هي الثقافة لاحج هي الفن لاحج هي الحضارة يجب أن نعطي لاحج حقها لأنها هي منبع الثقافات ومنبع الفكر لليمن بشكل عام هي تحتوي نص الفن اليمني يجب أن ندعي من هذا المنطلق رجال المال والأعمال أن يقوموا بدورهم تقاوز صندوق التراث هذه مرحلة مهمة يجب أن نتعاون جميعا لبناء هذا الوطن إذن الفرصة مهيئة عاهدنا الله أن نعمل في الخير نعمل في اتجاهات ثقافة الإخلاق وثقافة القيم نتعامل في أمور الكلمة الطيبة بوجه واحد بدوايا وحده بالله الواحد لهذا يجب أن نعي ونعطي بقدر الاستطاعة وأنا من هذا المنطلق سأتعاون مع أخي رياض في دعم هذا الاتجاه من جانبها أكد مجير عام الهيئة العامة للكتاب رياض ردمان أن الهيئة تحاول بأقل الإمكانيات أن تقوم بدورها الثقافي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا في عملية رفع مستوى الوعي الشعبي والجماهيري من خلال القوالب الإبداعية التي تقدمها أدواتها ومكاتبها في المحافظة نحن نشكر أستاذ حسين الوردي رئيس القرفة التقاري بالمحافظة على هذا الدعم المعنوي والمادي إن شاء الله ونقول ألف شكر ونحن سنكون عن حسن الضون ونكون يد واحدة لهذه المكتبة وهي المكتبة القبندان العامة في حوطة لحق إن شاء الله وتعاني منحافظة لحق منذ سنوات عديدة غياب الدور الثقافي نتيجة للحرب العبثية التي تسببت في غياب الكثير من المرافق في العديد من المحافظات والتي يأتي مكتب الثقافة في محافظة لحق في مقدمتها إذا وجد الدعم سواء الدعم الحكومي أو من رجال المال والأعمال أو من أي جهات أخرى سينهض بالحركة الثقافية والفنية إلى ما كانت عليه وأفضل لأن عندنا خزائن من التراث والموروث والحضارة والرقصات والمبدعين والمهوبين طبعاً الناس ظروفهم صعبة والدعم سيساعد المكتب الثقافة ويساعد الجهات الرسمية لدينا أيضاً كما تعاني مكتبة القبندان هي الأخرى الكثير من النقص في العناوين والآثاث التي ستشكل دعماً لوجستياً للمكتبة وتسهم في مساعدتها على استقبال روادها من جميع المجالات أتمنى من تجار الأعمال أن يساعدونا بالدعم كمجال التثقيف العلمي ومحتاجين دعمهم كتطوير القراء يعني بدل الطلبة ما يروحوا إلى مجال لا عدان وكذا يبحثوا عن العلم ممكن نحنا نوفر لهم عندنا في المكتبة يطلعوا عليها يكون كمرقع لهم وتأمل الهيئة العامة للكتاب من رجال المال والأعمال في بلادنا لعب دور أكبر بالنهوض بالحركة التقافية في المحافظة للإسهام بإحداث تحول ثقافي يخدم الجميع في المستقبل القريب لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية محافظة الحجل والآن مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختم برنامجنا لهذا الأسبوع من الحصاد الاقتصادي نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر